ثمانون في المئة من الدول الإفريقية لن تكون قادرة على تحقيق هدف التطعيم الذي حددته منظمة الصحة العالمية في نسبة عشر بالمئة رقم صادم كشفت عنه منظمة الصحة العالمية إذ حذر مكتبها في إفريقيا أن 42 من أصل 54 دولة إفريقية لن تحقق هذا الهدف في حال لم تسرع وطيرة التطعيم الحالية وكشفت منظمة الصحة أن تخزين اللقاحات في العالم أدى إلى تراجع حملات التطعيم في إفريقيا وأنها بحاجة ماس إلى المزيد من اللقاحات وشهد توريد اللقاحات المضادة لكوفيد إلى إفريقيا وفق منظمة الصحة تحسنا ملحوظا مع وصولي نحو 21 مليون جرع في أغسطس عبر مبادرة كوفاكس العالمية وهو ما يساوي حاصلة الأشهر الأربعة السابقة كلها المنظمة كشفت كذلك أن 26 دولة استخدمت أقل من نصف جرعات لقاح فيروس كورونا الموجودة لديها بالفعل وتمكنت 9 دول أفريقية من بينها جنوب أفريقيا والمغرب وتونس من تحقيق هدف التطعيم الذي حددته منظمة الصحة العالمية بنسبة 10% فيما يخشى الخبراء من أن يؤدي الأحجام عن أخذ اللقاحات بسبب الخوف من آثارها الجانبية المحتملة إلى إطالة أمد الوباء في أفريقيا بالمقابل ورغم هذه التحذيرات تقول منظمة الصحة العالمية إن تحقيق الهدف من اللقاحات في القارة الأفريقية يبدو ممكنا مع وصول المزيد من اللقاحات عبر كوفاكس والاتحاد الإفريقي في نهاية سبتمبر الجاري